وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدى يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل النادى ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الإخوة والأخوات والأبناء والعزاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتناول فيها سلة مختلفة ومتعدد كعادتنا نفتح هذه النافذة من أجل استقبال الأسئلة المختلفة ويبدو أن الناس ترغب في هذا كثيرا ولذلك نجد تفاعلا كثيرا في مواقعنا طيفنا الذي يجيب على هذه الأسئلة ويعطي فيها ما تستحق من التأصيل العلمي والإحكام الشرعية هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أما رقمنا الذي اعتدنا أن نستقبلكم عليه كالعادة فهو 24956 نكرر الرقم مرة أخرى حتى يستقيم النطق 24954611 وهو مرسوم على الشاشة كما تلاحظون الآن ولكن هذا التذكير عادة للإخوة الذين يستمعون إلينا عن طريق الإذاعة أهلا مرحبا بكم جميعا أهلا مرحبا بكم حياكم الله أهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعوننا وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب آمين يا رب العالمين كعادتنا فضل الشيخ نبدأ بالآيات القرآنية التي يطرحها مجموعة من الإخوة يطلبون تفسيرها الآخي إبراهيم السالمي يطرح هذا السؤال في قوله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون هل نفي الخوف والحزن عنهم يشمل حياتهم الدنيوية أم هو مقصود في الآخرة فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن هذه المسألة دقيقة إذ يشكل على كثير من الناس معنى نفي الخوف عن أولياء الله تعالى المتقين كما هو الشأن في هذه الآية الكريمة أو فيما يظهر من دلالة هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وكما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو وينبغي لنا أن نفرق بين أمرين أما الأمر الأول فهو أن نفي الخوف والحزن في الآخرة عن المتقين الأولياء المؤمنين المخلصين العاملين أمر لا خلاف فيه وهذا هو معنى الرضوان واليزاء بالجنان والمغفرة من الله تبارك وتعالى نعم وهو أمر متفق عليه جميل لكن هل يقتصر معنى هذه الآيات الكريمة على نفي الخوف والحزن عنهم في الآخرة أو أنه يمكن أن يحمل على نفي الخوف والحزن عنهم في الدنيا نعم والذي يظهر أنه ينبغي التفريق بين الخوف والحزن الذين هما من المشاعر الإنسانية الفطرية التي جبلت عليها النفس الإنسانية فهذه لا يسلم منها أحد نعم لأن من طبيعة البشر أن يصيبها الوجل والحزن الذي لا يخرجها عن طاعة الله تبارك وتعالى وإنما يأتيها الحزن من الفقد على سبيل المثال ومن الآلام والمصاعب التي تصيب بني البشر وهي من نواميس الله تعالى في هذه الحياة مما لا علاقة له من حيث الذات بأمر الدين نفسه فهذا الجانب لا يسلم منه أحد وتشهد لهذا أدلة أيضا من كتاب الله عز وجل نعم من نحو ما أصاب يعقوب عليه السلام نعم فربنا تبارك وتعالى يقول فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نعم وقال أيضا ربنا تعالى في قصة في قصة أم عيسى عليه السلام نعم فقال وَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّةِ وَقَالَ فِي قِصَّةِ أُمِّي مُوسَى نعم فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ثم حكى عنها أيضا بعد ذلك في نفس السورة فأصبح فؤاد أم موسى فارغا في حادثة الهجرة خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقوله إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه الآيات القرآنية تدل على هذا المعنى معنى الخوف والحزن الذي يعتري الإنسان بحكم طبيعته البشرية فهي مشاعر غرسها الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الإنسان وحتى حينما وصف المؤمنين نجد ذلك في الأحزاب إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرزالا شديدا لكن الجانب الآخر المتعلق بنفي الخوف والحزن عن المؤمنين الأتقياء في هذه الحياة الدنيا هو معنى ملحوظ صحيح في هذه الآيات الكريمة ولا يقصد به هذا الجانب الفطري البشري وإنما يقصد به ما يتعلق بالخوف من الغواية والحزن على فوات الهداية فهذه السياقات التي ورد فيها نفي الخوف والحزن تدل على هذا المعنى آية البقرة قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى إذن المحذور الذي يخشى منه هؤلاء ألا يكون هناك هدى يتبعونه ولذلك قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويوضح هذا المعنى آية سورة طه قل نهبطوا منها بعضكم لبعض عدو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذن الخوف والحزن ناشئان هنا عن الخوف من الضلالة والحزن على أن يكون من أهل الشقاء والعياذ بالله ولذلك جاء بعده بعد هذه الآية مباشرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يشهد لهذا أيضا في كتاب الله عز وجل في النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فدل على أن الحياة الطيبة إنما هي في هذه الحياة الدنيا وإنما مبعث ذلك طمأنينتهم إلى أنهم سائرون على درب الهداية متجنبون لطرق الغواية والشقاوة أنهم متمسكون بحبل الله المتين متبعون لنوره المبين فينفي عنهم ذلك الخوف من أن يكونوا حيارا تائهين يتلمسون سبل الهداية فلا يجدونها فتطمئن نفوسهم أن معالم الهداية واضحة ويدركوا من أجل ذلك حقيقة هذه الحياة الدنيا فما كان من أمر هذه الدنيا وفواتها فإنهم لا يأسفون عليه الأسف والحزن الذي يمكن أن يخرج بهم عن طاعة الله تبارك وتعالى لأن نفوسهم لا تتعلق بهذه الحياة الدنيا وإنما يدركون أن السعادة والفلاحة إنما هما في الحياة الآخرة هذا هو معنى هذه الآيات القرآنية الكريمة وهذا تحدث عنه طائفة من المفسرين إما تصريحا وإما تلميحا والله تعالى أعلم حتى نزيد الموضوع توضيحا فضير الشيخ إذن هذا الإطمئنان إلى الهداية بما أنها هداية وأن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى ولكن لا علاقة له بالخوف من الزلل بعد الهداية لا هذا من أسباب هذا مما يبعث على مزيد من التمسك والإقبال على الله تبارك وتعالى ولذلك يقولنا بأنه هذا من غير المقصود يعني لا يمكن أن ينفى إذا كان الحال كذلك فهذا لا ينفى لأنه مما يطلب من المؤمن التقي أن يخشى الله عز وجل وأن يتقيه وأن يخاف من عذابه وأن يرجو ثوابه وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى كما أنه مأمور أن لا ييأس من روح الله تعالى هذا يتعلق بذات أسباب الهداية وتجنب الغواية والضلال لكن ألا يجدو مثل ذلك أبدا وأن لا تكون سبل التوبة والغفران من الزلل عند الوقوع فيه مفتوحة متاحة فحينئذ يكون الحزن والأسف لكنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى تواب غفور رحيم وأنه حكيم رحمن رحيم وهو الذي يهدي السبل وهو الذي أكرمهم بما أكرمهم به من نعم الهداية والدين وبيان ما عليهم وبيّن لهم حقيقة هذه الحياة الدنيا فتطمئن نفوسهم إلى هذا الجانب مما يصيب غيرهم ممن فقدوا هذه المعالم وتخبطوا فيها أو أعرضوا عنها يصيبهم بالكدر والخوف والاضطراب والقلق ولا نتحدث عن أولئك الذين مسخت فطرهم وتبلدت عقولهم فصاروا كالبهائم العجماوات حتى لا يحتج علينا أحد بأن هناك ممن لا يكترث لأمر آخرته ودينه لكنه يعيش في طمأنينة وسعادة ويفترضون ذلك لا نتحدث عن أمثال هؤلاء لأن هؤلاء تجردوا من إنسانيتهم وانسلخوا من فطرتهم السليمة وإنما نتحدث عن عموم أحوال بني البشر الذين لا زالت فيهم بقية من فطرة الله تبارك وتعالى التي فطرهم عليها والله تعالى أعلم أزاكم الله خير فضل الشيخ ننتقل على سؤال آخر لدينا يقول الأخ علي البوسعيدي في المسجد أو على كل حال يطرح سؤالا عاما لنقل في من يقرأ القرآن الكريم رجل يقرأ القرآن الكريم ويجهر في قراءته ويشوش بذلك على بعض المصلين لنطرح سؤالين السؤال الأول ربما لدى الناس طبعا طمع كبير في أن يقرأ القرآن الكريم ليحصلوا على الإجراء فإن بكل حرف حسنة هل يلزم من ذلك أن تكون قراءة الإنسان للقرآن الكريم جهرية حتى تكون قراءة صحيحة أم القراءة السرية أيضا يكون لها أجر القراءة الصحيحة قبل أن نأتي إلى حكم القراءة الجهرية لا يلزم من القراءة أن تكون قراءة جهرية لكنها يعني ينبغي أن تكون قراءة والقراءة تعني أن يحرك لسانه وشفتيه فيخرج بذلك يخرج بذلك صوته بالقرآن وهذا لا يعني الجهر هذا هو معنى السر معنى القراءة السرية إذ إن البعض يظن بأن التكييف أي أن يقرأ بعينيه فقط دون أن يحرك لسانه و شفته أنه من القراءة هذا ليس من القراءة بمعناها اللغوي ولا ريب أن لها الأجر أجر النظر إلى كتاب الله عز وجل والنظر إلى آياته والتدبر لكن أجر القراءة مختلف فما ورد في الحديث الذي تشيرون إليه وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن قال من قرأ حرفا فهذا هو معنى القراءة إذن يستوي القراءة الجهرية والقراءة السرية مع تحرك اللسان هذا هو معنى القراءة هناك يجهر بصوته وهنا يسر بصوته إلا أن هناك يعني في الحالين لا بد من صوت ومعنى الصوت إخراج الهواء وتحريك اللسان و الشفتين و إعطاء كل حرف من القرآن حقه في التلاوة والقراءة لكن المفاضلة بين الجهر و السر إنما هي بحسب الأحوال و الظروف فهناك أحوال يكون الجهر فيها أو لا و هناك أحوال يكون السر فيها أو لا مثل الصلوات نفسها نعم طيب لكن عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم في المسجد و هناك مجموعة من المصلين يؤدون صلاتهم يشوش عليهم ما حكم هذا التصرف هذا يعني ورد في أو بينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عند الإمام الربيع بن حبيب و عند الإمام مالك في الموطة و عند غيرهما أما في الربيع فهو من طريق ابن عباس أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد الناس يجهرون بالقراءة أي في الصلاة نعم فقال عليه الصلاة و السلام إن المصلي يناجي ربه فلينظر فلينظر فيما يناجيه به نعم ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ولا يجهر بعضكم على بأل الحديث التتم فاتتني الآن على كل حال في المعنى فالحديث نص صريح في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض بالقراءة نعم لألا يشوشوا على بعضهم البعض لألا يدخلوا فيهم التشويش و يصرفوهم عما هم فيه من النظر فيما يناجون به ربهم تبارك وتعالى و هذا في قراءة الصلاة أي في قراءة القرآن في الصلاة نعم فإذا كان الحال كذلك في الصلاة فهو أولى وأشد خارج الصلاة نعم فالحديث ليس حصرا في النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة فقط و إنما غيرها من الأحوال أولى و ألزم نعم لأنه يحدث تشويشا و يصرف من كان في المسجد عما هو بصدده فلا ريب أن المساجد إنما جعلت لأجل الصلاة و ذكر الله تبارك وتعالى و الدعاء و تلاوة القرآن لكن على الموجودين في المسجد أن يراعوا أحوال بعضهم البعض فلا يدخلوا الضيقة و التشويش على أولئك الذين يشتغلون بشيء من العبادات و الله تعالى ألم نعم هو يسأل سؤالا آخر لكن بعد المكالمة إن شاء الله يعني عندما يجدوا أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون إلا أن يجهروا بالقراءة كيف يتم التعامل معهم إنهم إن أغلطوا عليهم ربما يتركون المسجد و إن تركهم يشويشوا على المصلين فما يطريق الحكيمة نأخذ بعد إن شاء الله الاتصال أخي محمد الراشدي السلام عليكم و عليكم السلام الله وبركاته الأخي محمد كيف حال بخير الحمد لله شكرا الله الله يبارك فيك الله يعطيكم العافية الله يحضر لك وضع الأخ محمد الشيخ سوالي يتم عقد البيع بريال العماني ولكن دفع السمن بدفع بعموله أخرى نعم والصراف يعطي مبلغه أكثر عن المبلغ ريال العماني هل هذا يكون ربا أم لا واضح طيب وإذا كان غير ياهز هل هي صح ياخذ بنفس السعر الآن طبعا هذا بيع وشراء أيها لا تسأل عن موضوع الصرافة أو محلات الصرافة أو شيء لا قاضب السمن من خاض المبلغ اللي هو العمول الأخرى شلها الصراف الصراف ممكن يعطيه عشر ونص أو 11 تقريبا طيب لكن هو الآن من الذي يسلمه أليس المشتري المشتري نعم الذي يسلمه المبلغ من الذي يسلم المبلغ المشتري طيب البايع خض المبلغ يوديه للصراف وقد أنه أنقص أو أنه زائدا صح؟ وجد أنه زائد طيب زائد عن عشر ريال عماني مثلا طيب هو العقد على عشر ريال يعني واضح عقد البيع واضح طيب إن شاء الله عندك استفسار حول هذا فضلك الشيخ سأستوضح معنا قليلا نعم يعني هل يعني السعر الذي اتفقا عليه ثم رد له بعملة أخرى بنفس سعر الصرف وإنما بعملة أخرى لكن العملات تتفاوت في قيمتها بيعا وشراءا نعم محمد معنا معكم نعم معنا أيو معكم نعم يسأل فضلك الشيخ يعني العقد العقد بيكون بيعاش ريال عماني على سبيل المثال قباض المشتري المشتري قباض الثمن بالعمول الأخرى جيد واضح خض المبلغ وشل الصراف طلع الله أزيد هو المشتري يدفع الثمن كيف يأخذ الثمن والمشتري دفع الثمن البائع هو الذي قبر الثمن نعم البائع نعم البائع دفع الثمن البائع دفع الثمن نعم طيب ثم ماذا حصل يعني المشتري المشتري خض المبلغ نعم ودف الصراف طلع الله أكثر عن يعني هو في بلاد في بلاد أخرى أيوة في بلاد أخرى فرد له بعملة تلك البلاد لا في نفس البلاد يعني في نفس البلاد محمد لكن نعم محمد خليك معي بس لأن هذا العقد استوى هنا في عمان مثلا نعم باعه شيئا معينا أو عينا معين بعشرة ريالات ولكن أعطاه أعطاه صرف عملة أخرى من دولة أخرى صحيح نعم أخذه إلى الصراف المشتري أو البائع أخذ هذا المبلغ إلى الصراف فوجد أنه يزيد عن عشرة ريالات عمانية نعم صحيح طيب طيب لماذا لقى هو إلى عملة أخرى لماذا لا يعطيه المبلغ العماني قد يكون ما متوفر عنده ما توفر عنده المبلغ من دولة أخرى طيب فضل الشيخ نعم إيه طيب إن شاء الله لاحقا سيكون بإذن الله عندك سؤال آخر لك محمد إذاك الله خير أشكر الله أشكر الله شكرا جزيلا لك نؤكد على رقمنا 24954611 وضل الشيخ نعود مرة أخرى كيف يتم التعامل مع هذا النوع من الأشخاص الذين يصرون إلا أن ينفذوا ما يريدون هو لا ريب أنه ينبغي أن يعملوا إلى الحكمة أولا فعليهم بالنصح والموعظة الحسنة نعم والتفقيه والتعليم فإن أبى وامتنع فلا مانع من الإغلاض عليه وبيان الأدلة الشرعية التي تنهاه عن التشويش على المصلين وأن يجهر بقراءته فيصرف باقي المصلين وباقي العباد الذاكرين الله تعالى في المسجد عماهم بصدده من عباداتهم وطاعاتهم وليذكروا أنه إن كان هو الذي يصلي على سبيل المثال وكان من في المسجد هم الذين يرفعون أصواتهم بالقراءة أو بالتعلم فهل سيرضى ذلك منهم فإن لم يكن فلا مانع حينئذ أيضا من أن يغلضوا عليه أكثر وأن يرفعوا أمره إلى من يمكن أن يسمع له والله تعالى المستعان لكن نرجو أن لا يصل الأمر في مساجدنا إلى هذا الحد على أن مما يتصل بهذا الموضوع مما ينبغي أن يراعى الاعتدال والتوسط في مراعاة قد تصدر مثل هذه الأفعال من أطفال أو صبيان وقد تصدر من كبار وتنتفي بذلك قدسية المساجد فلا بد من تعلم آداب المساجد لأننا نسمع كثيرا في بيوت الله تبارك وتعالى لغطا ولغوا وأحاديث ترتفع بها الأصوات وهذا لا يصح شرعا نرى إغلاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على القراءة قراءة القرآن وفي الصلاة فلا ريب أن أحاديث الدنيا أولى بالإغلاظ وأجدر أن يتجنبها المسلم نجد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان أن ما يكون فيه المسلم في بيت الله عز وجل من أمر صلاته أو تلاوته أو ذكره له سبحانه أو دعائه يستدعي منه أن ينظر فيما يناجي به ربه أن يتأمل ويفكر ويخشع قلبه لما يقول ويحضر ذهنه لما يتلوه فهذه كلها تؤكد على ما نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب المساجد فكيف نحولها بعد ذلك إلى أن تكون سببا للخصومة والنزاع وتنافر القلوب كثير من أعمال الدنيا نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريحا في أن تنزه المساجد عنها من نحو إنشاد الضوال أي إذا فقد ظالة فلا يبحث عنها في المسجد ومن وجدها فلا يعرفها في المسجد ومن أن يتخذ المسجد طريقا أو أن تتخذ سوقا يباع ويشترى فيها ويتحدث فيها بأحاديث الصفقات والمعاملات المالية وأمور البيع والشراء فكل هذه الأداب إنما يراد منها حفظ قدسية المسجد وأن يحقق هذا المسجد رسالته في نفوس المؤمنين المقبلين عليه أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي حتى لا ينصرف ذهنه ويشتغل عما هو بصدده من أمر صلاته إلى الالتفات إلى هذا المار بين يديه فكل هذه الأداب ينبغي أن يفقها عليها الناس وأن ينبه إليها وأن يحمل الناس أنفسهم على الالتزام والتقيد بها حتى يجدوا لذة عبادتهم ومناجاتهم وصلواتهم وخلواتهم في بيوت الله تبارك وتعالى والله تعالى فضل الشيخ ذكرتم مجموعة من الأشياء التي ينهى الناس أن يتخذوا المسجد منصة لها سنسأل عن موضوع الدعوات للأعراس والمناسبات المختلفة أيضا لا ينبغي أن يكون هذا في المساجد يمكن أن يكون على أبواب المساجد نعم ولكن أن يقوم الإمام ويعلن عن وليمة عرس لا ينبغي أن يكون هذا في المساجد يمكن أن يكون على أبواب المساجد لأنه من جنس هذه الأعمال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعلق بطاقة على باب المسجد نعم طيب أخت خالصة السيفية السلام عليكم وعليكم السلامة بي في الحال شيخ كهلان عفاك لا حياكم الله بارك الله فيك كيف حال شيخ أحمد الله يحفظك بارك الله فيك كيف صحتكم الحمد لله أخت خالصة معكم في المعروف السيفية من نزوه أهلا بك يا مرحبا لو تكرمت معي أريد اتكلم مع الشيخ كهلان وتكرمت الشيخ كهلان أريدك تقدم نصيحة للناس عن الصلاة وكافة إمام للصلاة لأن في الصراح في ناس أبداً لا مبالع للصلاة يسمعوا الآذان ولا كأنهم أبداً يسمعوه بالنسبة حال الصغار أو الكبار إذا في ناس يعني مسجد مع الدام بيوتهم فما يصلوا أبداً ما يعرفوا أبداً الصلاة واردت توقع هنا نصيحة يعني عن قيمة الصلاة وعن همية الصلاة بالنسبة للمسلم نعم إن شاء الله واردت بعض السؤال الشيخ كهلنا نارد السؤال نعم هل الصلاة يعني الوتر نصليها الصلاة الوتر هل تكون ركعة وحدة أو ثلاثة ركعات يعني في ناس يقولوا ما مشكلة ركعة وحدة في ناس يقول لا لثلاثة ركعات أو إذا كنا مستعقلين نصليه صلاة ركعة طيب إن شاء الله تسمعي الجواب إن شاء الله مشكور جزيلاً شكراً جزيلاً لك الله يبارك فيك شكراً جزيلاً نقف مع فاصلاً قصير نعود بعده بإذن الله تعالى لمواصلة هذه الأسل يا من يحب الله آنست الهدى لما تبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرة موسيقى يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل النادى ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء مرحباً بكم أعزائنا الكرام في حلقة مفتوحة على مختلف الأسلح قدرت الشيخ لنأخذ سؤال الأخ محمد الراشدي الذي سأل عن البيع والشراء بعملة أخرى هذا العقد تم هنا في عمان بعشرة ريالات ولكن دفع له مئة ريال قطري أو مئة ريال سعودي على سبيل المثال عندما ذهب إلى الصراف ليحولها إلى العملة العمانية وجد أنها زائدة عن عشرة ريالات هذه معاملة أخرى أنه حينما ذهب إلى الصراف لكن في الصفقة نفسها في عقدة البيع التي كانت بينهما إن كان لا يملك من نفس العملة ويعطاه بعملة أخرى فليكن ذلك بمثل قيمة تلك العملة العملات النقدية هذه هي أجناس ربوية لكن الفقهاء المعاصرين وعليه مجمع الفقه الإسلامي على أنها ليست جنساً واحداً هي أجناس وهي أجناس ربوية وتقوم مقام النقدين لكنها فيما بينها هي أجناس ربوية أجناس متنوعة فعلى هذا طالما أنها أجناس ربوية ففي الصفقة الواحدة لا بد أن تكون يداً بيد وأن تكون مثلاً بمثل المثلية هنا بحسب ما يعلن وينشر عنه من الجهات الرسمية في قيمة تلك العملة من الفقهاء من يرخص في التفاضل وهم أولئك الذين يرخصون في رباء الفضل إذا كانت يداً بيد لم تكن نسئة وإنما كانت حاضرة منهم من يرخص في ظني أن هذه هي المسألة التي يسأل عنها أن يكون قد ذهب بعد ذلك إلى صراف ليعيد صرف هذه العملة التي قبض بها إلى عملته فوجد أنها أرخص أو أقل هذا تحكمه أسعار العملات لا علاقة هذه صفقة أخرى هذه عقدة أخرى والله تعالى سؤال آخر من الفيسبوك يقول في فصل الشتاء يؤذن لصلاة العصر قبل موعد الأذان في التقويم العماني بمقدار أربع دقائق ولربما البعض يصل إلى ثلث ساعة قبل الأذان المذكور في التقويم العماني أخذاً بالتوقيت الغروبي أو ما يسمى التوقيت العربي السؤال هل المرء إذا صلى خصوصاً النساء في موعد قبل التوقيت المذكور فالتقويم آخذين بالأذان المعتمد المعتمد على التقويم الغروبي تكون صلاتهم صلاتهم لا طالما أنهم يؤذنون قبل دخول الوقت الشرعي نعم وهذا الذي نعتمله في التقويم آخذ فيها الحسبان المعايير الشرعية التي تحدد بها أوقات الصلوات فإن كان يعول على التوقيت الغروبي على سبيل المثال فإنه يحتاج إلى تصحيح ويومياً التوقيت الغروبي يحتاج إلى تصحيح فلعل هؤلاء القائمين على أمر هذا التوقيت لا ينتبهون إلى هذه الحقيقة أو أنهم لا يكترثون كثيراً بضبط ساعاتهم على هذا التوقيت وإلا فإن التوقيت المعتمد في التقويم يراعي هذه الأحوال وهو قائم على العلامات الشرعية لدخول أوقات الصلوات وهي لا تختلف في ساعتها بين توقيت يعني لا يكون دخول وقت العصر أو دخول وقت المغرب أو العشاء أو غيرها من الصلوات الخمس مختلفاً بين التوقيت الزوالي والتوقيت الغروب في ذاته وإنما قد يكون الاختلاف في التوقيت نفسه أي في ضبط آلة تحديد الوقت إذ لا بد كما تقدم فيما يتعلق بالتقويم الغروبي من التصحيح يومياً والله تعالى ما باب التثقيف الفرق بين الزوالي والغروب الغروب يقوم على ضبط الساعة على غروب الشمس فتكون الساعة الثانية عشرة وقت غروب الشمس وهذا يختلف من يوم إلى آخر فهو بحاجة يعني صيفاً وشتاءاً يتقدم أو يتأخر وأما التوقيت الزوالي فهو هذا الذي كان من حيث اعتماله على التوقيت العالمي مقائماً أيضاً على زوال الشمس أن الساعة الثانية عشرة هي ساعة زوال الشمس لا يعني أن هذا يعني جانب علمي افتراضي لأجل ضبط الوقت وتقسيم اليوم إلى 24 ساعة فلذلك تتغير أوقات الصلوات أما تتغير مواقيت الصلوات بناء على هذا التوقيت أما هناك فإنه يمكن أن تكون ثابتة لأن الساعة نفسها هي التي تتغير نفسه هو الذي يتغير والله تعالى عنه سعيد الراشد يسأل سؤالاً يقول يوجد في الحي الذي أسكن فيه ثلاثة مساجد واقترح الجيران أن تدمج الصناديق المالية التابعة لها بحيث يتم الصرف المالي لكل مسجد من الصندوق بعد دمجه ولو تجمع مبلغ في إحدى أو أحد المساجد أكثر من البقية ولو صرف لمسجد أكثر مما تجمع فيه ولو يبدو أن لهذا تتم للكلام ولو تجمع مبلغ في أحد المساجد أكثر من البقية أو صرف لمسجد أكثر من الآخر هذا الدمج إذا كانت الأموال المجتمعة من التبرعات أو من الوقف يصح شرعاً أما من الوقف فالأصل أن يكون الإنفاق على الموقوف عليه نعم فإذا وجد وقف لمسجد مخصوص فإن ريع هذا الوقف يصرف على ذلك المسجد المخصوص نعم يمكن أن يصرف من الفضلة الزائدة عن حاجته في الحال وفي المآل إلى المسجد المحتاج إلى شيء من النفق نعم أما الأصل فيبقى للمسجد الموقوف عليه ولا ينفق على غيره إلا إذا استغنى لم يعد بحاجة ولما قلت بأنه يكون مستغنياً في الحال وفي المآل أما في الحال فأمره واضح في المآل أي في منظورهم نعم فقد يكون بحاجة إلى تبديل فرش على سبيل المثال أو إلى أجهزة تكيف وهذه تكلف مبالغ فحينئذ ليس لهم أن يقولوا أننا لسنا بحاجة الآن وهم يعلمون أنهم بعد شهر أو شهرين سيحتاجون إلى مبالغ طائلة من أجل هذه الاحتياجات لذلك المسجد نعم فحينئذ هو أولى بأوقافه هذا ما يتعلق بالوقف إذا وجد وقف يكون وعاءً عامًا لهذه المساجد أنشأوه لذلك أو اشتركت هذه المساجد من عوائدها أو من أموال المتبرعين في إنشاء وقف مشترك نعم فهي حينئذ يسوق أن ينفق عليها إما أن يكون ذلك بحسب أنصبة المساجد أو أن يكون ذلك بحسب الاحتياج ينظر هذا عند تأسيس هذا الوقف الذي يراد منه أن يصرف أن يكون وقفاً مشتركاً لهذه المساجد الثلاثة أما فيما يتعلق بأموال التبرعات فإن كان ذلك الصندوق الموضوع في ذلك المسجد عرف به أنه للمسجد فإن المتبرع قد تبرع لذلك المسجد وينفق عليه ينفق على ذلك المسجد حينئذ أما إذا كانت الجملة أو التعريف به مستوعباً لمحتملاً لأن ينفق على غير ذلك المسجد فلا إشكال حينئذ كأن يكون صندوق لبيوت الله في المنطقة الفلانية للمساجد في المكان الفلاني لا يريدون خصوص ذلك المسجد فحينئذ في الأمر سعى لا شك لأن هذه العبارة لأن من المتبرعين من يخص ذلك المسجد قد يكون على بعضهم ضمان لذلك المسجد دون غيره قد يكون يعني لا يرغب أن يتبرع لمسجد ويرغب أن يتبرع لمسجد آخر ومخير في ذلك يعني أيضاً لا يسترب قد يكون لليه سبب شرعي المعتبر مقبول شرعي صحيح فينبغي للناس أن يتنبه القائمين ينبغي للقائمين على المساجد أن يتنبه إلى هذه المعاني فإذا أرادوا أن يجعلوا الوعاء عاماً فليعرفوا به أنه كذلك يعني ليسوا في حاجة إلى أن يقولوا صندوق تبرعات المسجد ويراد به أل التعريف تعود إلى الأل الذهنية المعروف أنه ذلك المسجد ثم بعد ذلك يعني ينفقوا من هذه الأموال للمساجد الأخرى اللهم إلا الفضلة التي لا يحتاج إليها نعم يمكن كما حصل التساهل في أموال الأوقاف مع أنها أولى بالوقوف عندها والتقيد بشرط الواقف فيها إلا أنه تساهل الفقاء في أمر الغلة الزائدة الفاضلة عن الحاجة فكذا الحال في صناديق تبرعات هذه والله تعالى الوقت المتبقي قليل ومطلوب منكم نصيحتين أختار تطلب منكم نصيحة للذين يسمعون الأداء ولا يذهبون إلى الصلاة ويتلكأون ويجعلون الصلاة آخر شيء يفكرون فيه بعد قضاء أعمالهم وقد يصلي بعضهم في البيت وإيهم الصلاة في المسجد والنصيحة الثانية نعدل إذا كنت تدمج بينهما الأخ أحمد يقول نريد رسالة مختصرة للمجتمع من فضلة الشيخ بضرورة التفقه في الأمور الدينية والثقافة الإسلامية وذلك بسبب البعض منهم الذي أصبح لا يعرف شيئا مما يتعلق بأمور الدينة أما هذا الأمر الثاني فأنا أحوج إلى من ينصحني في الحقيقة أنا أشد حاجة إلى مثل هذا الذي ينبهنا ويوقظ فينا الهمة والرغبة في التفقه والتعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ننصحنا نحن ونصحها مهمة يعني هذا هو الواقع لكن مع ذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن نتناصح وأن نتواصى بالحق فأعلى منزلة الفقه نعم وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بدليل قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين و لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى على جهل لأن ذلك يمكن أن يدفع بالمرء إلى مخالفة أمر الله عز وجل و الوقوع في الضلالات و الغواية فيسيء من حيث يريد أن يحسن و يقع في الخطأ من حيث يريد أن يصيب فلا مناص من أن يحمل المسلمون أنفسهم اليوم على تملك ناصية الفقه و لو بحده الأدنى الذي يمكنهم من عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة يبين لهم مراشد دينهم يبصرهم بما يأتون و ما يذرون و ما أكثر القضايا المعاصرة التي يواجهها المسلم اليوم لكنه بسبب جهله يقع في المحاذير فيزداد بعدا و غواية عن الصراط المستقيم مثل هذا أتي من قبل الجهل في معاملاته المالية في أحواله الشخصية و علاقاته بالناس في حقوقه في الواجبات اللازمة عليه نحو الآخرين في تناوله مع ما أفرزته هذه الحياة المعاصرة و هي مشمولة بأحكام هذا الدين الحنيف لكنه يجهل كل ذلك فتجد أنه يتخبط و لا يكترث نعم فنحن في حاجة ماسة إلى فقهاء راسخين في العلم و هذا لا يتحصل إلا إذا أدرك الناس أهمية التفقه في الدين و أعانوا بعضهم بعضا على الإقبال على التفقه و طلب العلم الشرعي و غرسوا في نفوس ناشئة أن الجهد الذي يبذلونه في التفقه في أمر دين الله تبارك و تعالى لا يمكن أن يقلل من شأنه لأنه من أشرف العبادات و أجل الطاعات التي يحوز بها المرء الثواب و الفضل الجزيل من الله تبارك و تعالى فلا يصح أن يهون من شأن هذه العلوم الشرعية و الفقه في دين الله تبارك و تعالى كما لا يصح أن يسترخص المرء الجهد و المال الذي يبذله في سبيل التفقه في دين الله عز و جل و ما أتي المسلمون اليوم إلا من هذين المدخلين من تقليلهم و تهوينهم من شأن هذه العلوم و من استرخاصهم للفقه في دين الله تبارك و تعالى و ما يبذلونه فيه من جهد و أما ما يتعلق بالصلاة فقد نخصص له حلقة خاصة بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى شكرا لكم فضلك الشيخ و شكرا على إحساسكم بقيمة الوقت في البرنامج بارك الله و فيك عزاني الكرام نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان خروصي و مساعد مفتي العام للسلطنة بكرا لكم فضلك الشيخ بارك الله و فيكم أشكركم أيضا على أسئلتكم و تواصلكم و الذين لم يسعفنا الوقت في طرح أسئلتهم ستكون هناك فرصة أخرى بإذن الله تعالى لذلك الحين استولعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا من يحب الله أنست الهدى لما اتبعت من المحبة أحمدا و سألت أهل الذكر ذات مصيرتين عما توارى من هداه و ما بدا فإذا ظفرت بحبه كان الذي تخضو وتبصر كان سمعك واليدا سبحان من أسرى بروح محبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة